الرحيم والحمد لله يا رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين ومولا ومتبعهم بإحسان يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا رب العالمين اليوم سوف يكون درسنا للصف الساس مراجعاني قواعد اللغة العربية حل الأسئلة الوزارية عدنا الأسئلة ل كانت آخر أسئلة دور الأول عام 2019 طبعا هي بها دور ثاني بس رحل كما دور الأول العام الماضي السؤال الأول ألف قال الشاعر هون يجا بيت شعري دائما أغلب الأحيان يأتي بالوزاري الأسئلة يأتي العبارة أو يعني أشي أو الجمل وبعدين يجي كل جواب يعني السؤال صغط السؤال زين فأنت من تبدأ تحل فإذا عندك أفرع مثلا هوني عدنا ألف عدنا وعدنا با وعدنا جين زين فهوني من الجاوب تكون جوابك يكون دقيق وبتركيز عدنا قال الشاعر محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي ومن خلق ومن نسمي ما المطلوب استخرج اسم نكرة واحد من البيت الشعري يغيد اسم نكرة واحد من البيت الشعري طبعا قبل بعدين اتجاء المطلوب الثاني ما تحته وخط معرف طبعا أشرلك على المعارف وخط تحتها عندك أربعة هو قال لك استخرج لنا نبين نوع ثلاثة منها يعني هي موجودي فأنت بس تستخرج نوعها ركز على المطلوب زين ببعض الأحيان يقول لك استخرج المعارف ثم بيين نوعها بس هوني لا أولا يخلى لك تخط تحت المعارف زين أول مطلوب هذا المطلوب استخرج اسم نكرة واحد من بيت الشعري زين أنا استخرجتهم مثلين لدينا خلق ومن نسمي ليش هذولي بيني معارف وعدنا ليتصل بينه ضمير أيضا يعني ما نأخذه زين عدنا بس عدنا وبغية الله هما صير لأنه معرفة أش عدنا خلق ونسمي عدنا خلق ونسم إما هاي وقل لك واحد إما تختار خلق أو نسمي زين ثانيا ما تحتو خط معارف بين نوع ثلاثة منها طبعا هو طعاك أربعة اللي هي محمد صفوته الباري وبغية يغل نوعه محمد أشنه اسم علم صفا صفوته الباري هي نكرة لكن اكتسبت التعريف من من الباري من التعريف زين صفوته معرف بالإضافة الباري هون ناخذها معرفة زين الباري معرفة بغية معرف بالإضافة زين لأن أيضا بغية الله مضاف إلى اسم الجلالة الله اللي هو اسم على ثالثا المطلوب الثالث يعني هذا السؤال السؤال الأول بينه مطلوب واحد اثنين ثلاثة يقل لك من نفس البيت الشعري يقل لك استخرج المبتدأ والخبر من البيت أعلى وبين علامة إعرابهما يعني يغيد تستخرج المبتدأ والخبر وتبين علامة الإعراب فقط يغيد علامة الإعراب طبعا منه عندنا بداية الأول البيت الشعري محمد طبعا هو اللي مبتدأ أشعلامته مبيني وابحة الضمة لأنه مفرد وعدنا طبعاً الخبر بعده صفته اللي هو خبر وأشعلامته الضمة السؤال سهل ما يغادل شيء لكن يغادل شوي التركيز لا أنسى فرع هذا جداً مهم عنده إجابة على الأسئلة هذا سؤال الأول ألف زيب بين ثلاث مطالب اللي هي أولاً استخرج اسم النكر أو أحد اثنين ما تحت أخط معها بين أو ثلاثة منها ثالث تخرج المبينة الأول خبر من بيت أعلى هي هاي ثلاث مطالب فرع ألف هننتبه لها فرع با من السؤال الأول يعني السؤال الأول بينه ألف وبا وبينه تفريعات با أدخل كان أو إحدى أخواتها مرة ها طبعاً دائماً يأتي هاكذا نموذج من الأسئلة وإن أو إحدى أخواتها مرة ثانية على إحدى الجملتين وغير ميزة من تغييره عندنا الجملة اللي يعطانايا هي أشني طبعاً هي عندنا جملة تانية وعقلك أدخل كان أو إحدى أخواتها مرة وإننا على إحدى الجملتين يعني إحدى نركز على إحدى يعني وحده منهم إما تختار المخلصون محترمون أو تختار الضيفاني مسافراني لكن أنا حليتهم اثنينهم حتى أنتم تكون الحلول لعدكم كاملة زيان حتى أي مواحل تختاره وإنتم موجود عدكم محلول دائماً يأتي على الصيغة طبعاً هوني ننتبه المخلصون محترمون جملة أسمية أو ننتبه لها ثانياً المخلصون محترمون طبعاً جملة أسمية لأنه كانوا أخواته وإن أخواته تصخل على المبتدأ أو الخبر وهما إسماني مرفوعان زيان؟ هنا ماذا جاء؟ جاء جمع مذكر سالم زيان؟ وقلنا المبتدأ يكون مطابق في التثنية والجمع وفي الإفراد وكذلك في جميع الأحوال إن كان جمع مذكر يسي جمع مذكر يسي مثنى يسي مثنى تبعوا إلى الجملة زيان؟ لنأخذ المخلصون محترمون طبعاً هوني جمع المذكر السالم بيش يرفع وبيش ينصب يرفع بالواب وينصب ويجر بالياء زيان؟ من أن دخلنا علينا أحد أخوات كان حتى لو ما تعفوا نتقول ظلة أو هاي قل كان نفسه هي حتى لا تكون الأفضل الإجابة كان المخلصون لأنه ظلاش تعمل كاناش تعمل ما تدخل أنا قلت ظلة لأن ليش؟ لأن المخلصون يظلون محترمين فما يقول كان المخلصون محترمين زيان؟ فنقول ظلة اخترت ظلة لأنه استمرارية بالإخلاص المخلصين محترمين دائماً ظلة المخلصون بقيت هي اسم ظلة يعني من أخوات كانت ترفع المبتدأ اسم الله وتنصب الخبر خبراً لها فجمع المذكر السالم يرفع بالواو ويبقى اسم ظلة وخبر ظلة ما شخص يصيره؟ منصوب بالياء لأنه جمع المذكر السالم تصبح الجملة ظلة المخلصون محترمين طبعاً كان هذا عملها إن أكس عمل كان فنقول إن للتأكيد إن نأكد على المخلصين هم محترمون فإن تدخل على المبتدأ والخبر أش تعمل؟ أحنا جاء الجملة الأولى إن تدخل على المبتدأ وخبر تنصب المبتدأ اسم الله وترفع الخبر خبراً لها فأش غح تصبح عدنا الجملة؟ إن المخلصين محترمون زين؟ عكس كان وأخوات العمل إنه عكس كان وأخواتي نجعب ضيفان مسافرين أول ما ننتبه المبتدأ وخبر أش بهم هوني؟ هنا مثنى ضيفان مسافران فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجعب الياء فعدنا إذا دخلنا كان وحدها خواتها قل كان حتى إذا ما عغفت قل كان إذا ما حدد لك أنت أنت براحتك اختار فتقول كان مثلاً الضيفاني تبقى هوني المتدأ المرفوع فأقول اسم كان أو أمسى مرفوع بالألف لأنه مثلاً مسافريني لأنه خبر أمسى لازم يكون منصوب زين؟ سي مسافريني إذا دخلنا إنه على الضيفاني مسافراني شخصي تقول إن الضيفاني لأنه يصير اسم إنما الصباح يتحول مسافراني ستبقى خبر إنه يكون مرفوع بالألف زين؟ هاي تهينا من السؤال الأول فرعبا زين؟ عدنا السؤال الثاني انتقلنا إلى السؤال الثاني من الأسئلة الوزارية جدتك هم العبارة نفس الطريقة عزائي التلاميج وكم نفس العبارة وشاركوا العراقيون بالانتخابات مشاركة فعالة تبدأ صباحا وتنتهي مساء لأنهم يريدون بلدا آمنا يعيش أبنائه فوق أرضه بسلام تام عدنا أكو كلمات تحت خط أكو كلمات تحت خط يقول ما تحت خط مفاعل مختلفة بين النوع ثلاثة منها عندك قلنا المفاعل شني؟ المفاعل نقصد بينه المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه ظرفي الزمان والمكان والمفعول المطلق بينه ثلاثة نوع لتوكيد فعله ولنوع الفعل ولعدد مرات الفعل ظين؟ فهاي كلها نستذكره ما تحت هو خط مفاعل مختلفة قلت بينه نوع ثلاثة هي كم مفاعل يخلى المفاعل المفاعل نقصد منه مفعول به أو نقصد مع قطل مفعول مطلق ومفعول فيه ظين؟ أول كلمة مخترنا أنا كلهم حليتهم حتى أنتم يوحي تختارون أنتم حلى الخط هو تحت مشاركة انتبه من البداية مشاركة هنا هل مفعول به هي مكانة أم هي أشنو؟ يشاركوا العراقيون بالانتخابات مشاركة لازم أنتبه من الشعشية منصوب لازم أنتبه على الفعل لأنه إذا المفعول مطلق ومشتق من لفظ فعله زين؟ متكون من لفظ فعله زين؟ مشاركة يشارك مشاركة إذا هو منه مفعولا مطلق لكن هنا أشنو كان مشاركته أغير دبي نوعه لازم أكتب نوعه مشاركة فعالة الصفة ما له هوني جا صفة أشنو كانش مشاركته مشاركة فعالة إذا هو لمن بيان نوع الفعل نحطوه الشكل بين قوسين لبيان نوع الفعل زين؟ صباحا ثاني كلمة صباحا تحت خط صباحا أشني؟ صباحا مساءا صيفا شتاءا مفعول فيه ظرف زمان نعم لازم أحطه بين قوسين ولازم أذكر النوع مهمة جدا معنى يصيغل جوابك ناقص زين؟ عدنا بردا المؤشر عليها هو قلك ثلاثة بلدا هوني لأنهم يريدون بلدا يريدون هاي أشني انتبهوا عليها يريدون زين؟ هاي فعلم لفعال الخمسة مرفوع لما ترفعي ثبوت النون هوني الوافاعل وهاي غاش غاح تصير بلدا غاح تصير مفعولا به زين؟ هكذا انتبه أنا من أغشع اسم منصوب أو مرفوع أو لازم أنتبه على ما قبله زين؟ زين؟ حتى السلسل في الإعراب زين؟ فوق 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 تحت أمع ما خلف يشني مفعول فيه مفعول فيه فوق أرضه يعني ظرف مكان بينقوصين خليها ظرف مكان زين؟ سؤال الثاني هذا السؤال الثاني أولا ثانيا من سؤال الثاني يقول هات الأفعال الخمسة طبعا بالسؤال الثاني هم بينه أولا ثانيا ثالثا انتبه عليها هات يعني بالعبارة جاب لك عبارة وطرح كل الأسئلة يعني هي وما بكثغ الجمال وبكثغ لا طبعا جاب لك عبارة وحدي وقال لك أدت أشياء بها يعني هاي تحمل عدة مواضيع من قواعد اللغة العربي اللي انت درستها فهوني السؤال الثاني يقول هات الأفعال الخمسة لأحد الفعلين ووحد منهم من يقل لك أحد انتبه أحد الفعلين حتى لا تضيع الوقت انتبه على صيغة السؤال ما قل لك الفعلين قل لك لأحد الفعلين يعني واحد منهم يشاركوا يعيشوا يشاركوا أنا كنا عمدتوها نضيف إلى ألف الاثنين سيشاركاني تشاركاني للغائب والمخاطب ويشاركونا للغائب والمخاطب يشاركونا تشاركونا وتشاركونا للمخاطبة يعيشوا أشان تصبح نحط لألف الاثنين سيشاني تعيشاني يعيشونا تعيشونا تعيشينا هاي خلصت انت تختار واحد منهم يعني يا يشاركو يا يعيش تختار نجي ثالثا من السؤال الثاني بين نوع بين نوع الجمع في الإسمين العراقيون أبناء هاي طبعا انتم هوني ما داخل جمع المذكر السالم ولا داخل الجمع التكسير هاي طبعا ما داخل لأنه بس احنا هنحلها لأنه جمع المذكر السالم عندك جمع التكسير هوني أبناء أبناءه جمع تكسير وعندنا العراق هنا جمع مذكر السالم يقول هوني بين نوع الجمع واذكر مفرده ما العراق جمع مذكر السالم مثلا ما قلت تقول عراقي هي ببحدة رجع إلى أصن شلوه ونون صيل عراقي وأبنائه هوني جمع تكسير الصيغ ابنه هذا الموضوع أصلا ما داخل هاي كانت داخلة الفرعين داخل لكن هذا الفرع ما داخل في هذا العام نجح السؤال الثالث ألف وبنبا اختر الجواب الصحيح من بين الأقواص لأربع مياتي هذا دائما على أغلب الأحيان يأتي هذا السؤال علامة نصب جمع المؤنذ السالم هي باش نصب جمع المؤنذ السالم نذكرنا التخطيط المخطط الكسرة لولياء طبعا الكسرة عندنا كأن حرف مشبه بالفعل يفيد أشنو تمني له التشبيه لا طبعا التشبيه هاي احنا كندرسناه وكندحفظناه وكل وحد يقول لكم يحفظوا أشي تفيد لأنه هاي يجي سؤال وزاري عنينه احتمال يجعينه ثمان درجات أكثر ثالثا اسم مرفوع هاي ليش أقول لكم دائما نحفظ القاعدة لأن الحفظ القاعدة جدا مهم لأن يجيك أي سؤال أنت تطيق الجواب عليه اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ويدل على ما قام بالعمل أشو سمى الفاعل والمبتدأ من قلنا بعد الفعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل إذا هون جملة فعلية يعني بدأت الجملة بفعل إذا ما هو الفعل إيش يجي فاعل نعم ما ابتدأنا به الجملة حتى نقول المبتدأ رابعا علامة رفع الفعل للمضارع الصحيح الآخر ليش قلنا صحيح آخر لأن عدنا معتل مثلا يرمي رمى ماضي ماله يرمي المضارع ماله عدنا سمى أيضا سمى يسمو زين يسمو فعل مضارع لتكونن هون الضم المقدرة على الحرف على الألف أو على الوا ومنع مظهور يتعذر على الحرف إلا زين علامة رفع المعتل عندنا وصحيح الآخر حتى من هون يتعلمون علامة رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر يعني ما بنو حرف إلا في آخره هي فراغ الألف لو الضم طبعا الضم تعرب لن هاي أدوات النصب والجزم تعرب لن أداة إيش جزم لو نصب نصب ولهذا أنا أقول لكم أحفظوا الأدوات النصب وأدوات الجزم حتى لا تتوهمهم بيناتها وثانيا أنت معدكم إن شاء الله بالمرحلة الجي إن شاء الله بالمتوسطة ستأخذون بعد أدوات نصب وأدوات جزم وأيضا عن الفعل المضارع زين نأتي إلى باع ابني إحدى الجملتين المجول ابني إحدى الجملتين إحدى أنتبه هون دائما أنتبه على المطلوب مني إحدى بها يعني ترك ابني إحدى جملتين المجول وغير ما يزمن تغير طبعا تغير أكو تغير ليش لأنه من ابني جملة الاعتيادية نحن نحاول إلى المبنية المجول وحسي تغير بها زين عندنا جملتين كرم المدير المتفوقين الجملة الثانية يبغض الناس الحقودة زين أنت عندك جملتين وحدي بها جمع واللي يعني مفرد فأنت دائما خذ السهل يسير لديك فهنا عندنا أولا أنتبه على الجملة الأولى جتنا فعل ماضي الجملة الثانية فعل مضارع نحن قلنا دائما للفعل الماضي ولا كان في فعل مضارع أول ما نبدأ هو ضم أوله ضم أوله يعني الضم أوله الفعل وبالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره وبالفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره زين فعدنا هاي الجملة نحن أول ما نأتي العملية نحذف الفاعل وإحنا قلنا المبنى المجهول لازم عندنا بالجملة مفعولا به حتى نقوم المفعول به سيحل محل الفاعل ويكون نائب فاعل زين نوشة أول عملية سنعملها أولا ننزل الفعل ولكن لا نضع حركات نحذف المدير وننزل المتفوقين هي مفعول به سيأتي نائب فاعل ونائب فاعل قناة من الأسماء المرفوعة إذا سيتحول إلى مرفوع هو جمع مذكر السالم إذا رفع الجمع المذكر السالم بيش بالواو فنقول المتفوق لازم غير العلامة المتفوقون زين لأنه عدنا جمع مذكر سالم هون الفاعل سنعمل نضم أوله ونكسر ما قبل آخره لأنه عدنا فاعل مواضي ناتي على الجملة الثانية يبغضوا الناس الحقودة زين يبغضوا الحقود واضح يبغضوا الحقود زين ضمينا أولا وفتحنا ما قبل آخره لأجل هذا فاعل مضار هاي القاعدة تقول هالشكل والحقود احنا هذا في الناس يجي الحقود مكان الناس وهون يمنصو بالفتحة راح يصير مرفوع بالضم لأنه فاعل مثل ما ذكرنا اسمه مرفوع بعد ذلك نأتي إلى السؤال الثالث هذا السؤال الثالث ألف جيم ثلاث أفرق أعرب جملتين فقط إعرابة مفصلة نحنا عدنا طعاك ثلاث جمل وانتغاد منك إعراب هوني انت تنتبه انت وين الجملة اللي تفهمها واضحة لك فأنت تكون تعربها زين فعدنا هوني الأسماء الخمسة وهنا طبعا ما داخل لكن مع هذا ونحن أعرب للجملة لأن بيها مبتداء وخبر زين لكن هذا الموضوع ما داخل أو المؤمن أو المؤمن عدنا لا تلعب في الشارع وعدنا قرأة زيدون قصيدة رائعة هوني جملة فعلية بحتة معها صفة وهوني عدنا أداة جزم مع الفعل المضارع المزوم زين لا تلعب في الشارع لا تلعب زين عندنا بس لا وتلعب ننتبه فعل المضارع عندنا علامة السكون هذا شنو يعني معناة المزوم زين نقلنا الفعل المضارع يرفع وينصب وينزم يرفع إذا ما لم يسبقه أداة نصب أو جزم وينصب إذا سبقته أداة نصب أنولا وعدنا مزوم إذا سبقته أداة جزم لم ولا الناهية زين لا أداة نهي وجزم لا الناهية جازمة هكذا إعراب مثالي جواب مثالي تلعب فعل مضارع مزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون زين في الشارع وين الفاعل زين عدنا والفاعل ضمير مستد تقديرة وأنت تلعب أنت في الشارع في حرف جر طبعا الشارع اسم مجرور بحرف الجر في وعلامة جري الكسر الضائرة في آخرين عدنا جملة ثانية المؤمن بالرغم أنه هي ما داخلة لكن أنا أحاربها المؤمن اسمه بداية الجملة إذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الضائرة على آخرين أخو خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف والمؤمني مضاف إليه مشهور وعلامة جري الكسر الضائرة في آخرين زين ثالثا قرأ زيد قصيدة رائعة ننتبه هل هي أول كرة ببداية جملة اسمية أو جملة فعلية طبعا جملة فعلية قرأ زيد قصيدة قرأ فعل فاعل مفعول به رائعة أشان القصيدة كانت رائعة إذن هي صفة والصفة ما داخله عندنا لأنه هي آخر موضوع من مواضع قرأ زيد قصيدة زين فهو بس إحنا عربة وإحنا عربة لأننا كنت تعرفنا على الصفة لكن احتمال يعمل لك تحت خط مثلا أو جيب لك جملة ما بها صفة لأجل ليش لأن هنا ما داخل هذا الموضوع في لهذا العام قرأ فعل ماضي ممنع الفتح زيد فاعل مرفوع لكل فعل فاعل زيد فاعل مرفوع على مرفوع الضم الظاهرة على آخر لازم نقول الضم الظاهرة على آخره قصيدة مفعول به منصوبة علامة نصب الفتح الظاهرة على آخره رائعة صفة منصوبة علامة نصب الفتح الظاهرة على آخرين الصفة تتبع الموصول زيد طبعا انتهت هاي الأسئلة ما لألفين وتساطعش أثناء الأسئلة التمهيدين لعام الفين وتساطعش أيضا طبعا هاي لعدة سنوات طبعا من الفين وسبعة ثم منتعش ثم تساطعش تمهيدي يقول له كان بالنسبة الدور الأول يأتي دائما المعرفة نوعها المعارف نوعها و استخرج المبتدأ والخبر وادخل كان وحده تمهيدي تقريبا ما لفين وصدعش نفس لكن هالعام ما كنت تمهيدي وسبب الظروف كانوا ديمت احنون وبعدين ما حصدنا على الأسئلة نحن إن شاء الله كل سنة نجيب الأسئلة التمهيدي لأنه تكون مشابهة لأسئلة نفس العام الوزارية لكن سوى بظروف الحالية لم يمتحنوا التمهيدي زين الساعدنا التمهيدي لعام الفين ساطعش سؤال الأول ألف باع عندنا ألف عندنا طعانا جملة عبارة شهد محمد مسرحية مسرحية الأطفال مع أصحابه حط خط تحت المعارف ما تحته خط معارف فهي نوعه هوني ما جاب لك ترك قال ما تحته خط معارف عندك ثلاثة محمد ومسرحية الأطفال نعمل هاك الجدول المعارف نوعها مثل ما طلب من عدنا زين المعارف محمد هي أنت طعاكية اسم علم محمد اسم علم يعني نوع المعرفة نحن قلنا المعارف أنواع قلنا أعلى هالضمائر بعدين قلنا اللي عندنا نحن موجود اللي في منهجنا عندنا معرف في أهل واسم العلم ومعرف في الإضافة محمد اسم علم مسرحية ننتبه أشجاء بعده جاء اسم معرف في أهل هي نكرة لكن تعرفت بسبب الإضافة الأطفال بيقلت تعيف نقول مسرحية معرف في الإضافة الأطفال معرف في أهل أنواع ثلاثتهم اسم العلم معرف اسم علم لمذكر قلنا نقول أفضل اسم علم لمذكر تكون جواب وافي زين بق الرافداني نهراني عظيماني أشغل من عندنا هاي الجملة استخرج المبتدأ والخبر وبين علامة عرابي ما هاي دحقش انتبهتم هذا نفس السؤال اللي سابق المبتدأ الخبر المبتدأ علامة عرابي الخبر علامة انت دائما من يجي هكي السؤال قبل أعمى الجدول حتى ليش يكون إجابة وافية الرافدان اسم بداية الجملة ومعرفة الرافدان إذن هي المبتدأ رافدان اثنان يعني أشنعنا متعرابة الألف نعم بلنون الألف زين الخبر خبره الرافدان نهران زين نهران هي خبر الألف بلنون زين المطلب الثاني أدخل كان وإحدى أخواتها مرة وإن وإحدى أخواتها مرة ثانية على الجملة أعلى وهي نفس الجملة وغير ما يزم التغير يعني يش قل الجملة قل لك هاي الجملة تخلي عليها مرة يعني هي يشترعها نفس الجملة ما يحتاج يعدد لنا عدد الجملة فهنا الجملة كتبناها وحدخل عليها كان حتى لا تقول ظل تقول كان بس احنا نقول ظل لانه دائما هي مستمرارية النهري دجرة والفرات نهري العطاء لعراقنا فنقول ظل الرافدان ظل الرافدان نهرين ترفع الممتدى وتنصب الخبر ظل الرافدان نهرين عظيمين عظيمين هي صفة من هنا الصفة تبعت الموصف اشهر نهرين عظيمين فلما هوني صادت نهرين فنقول عظيمين إذا دخلت هنا بعكس عمل كان إذا تنصب الممتدى تقول إن الرافدان نهراني عظيمين لأن الصفة تتبع الموصف أصبحت هنا نهراني إذن هوني عظيمين خبر إنه يكون مرفض والصفة تتبعها تكون مرفض سؤال الثاني يحب العراقيون والعراقيات السلامة ويرفضون الأعداء والمعتدين رفضا قاطعة وقد برهنوا ذلك أمامه كل العالمي عدنا هوني في العبارة أعلى نحن دائما نجيب لك عبارة وتحتها مطلوب نتبه نتقرأ كلم كلمي في العبارة أعلى جموع مختلفة طبعا هوني ما داخل الجموع استخدم شراء ثمين وبين نظرها فلنحن كان حالية كمية لكن هي ما داخلة لهذا العام العراقيات وجمع مواني السالم الأعداء جمع تكسير ومعتدينها جمع موذكر سالم أشن المطلوب الثاني لنوشا السواء الثاني ما تحته خط مفاعل هذا طبعا داخل مختلفة بين نوع ثلاثة منها أشن يرى تحتخط السلامة الأعداء رفضا أمامه عندك أربع كلمات يحب العراقيون والعراقيات والسلامة يحبوا قلنا فعل عراقون فاعل والعراقون معطوفة طبعا معطوف أيضا من التوابع يتبع ما قبله أيضا هم مرفوع العراقيات فالسلام أشخح يكون فعل فاعل السلام أشخح يكون نوعه مفعولا به طبع المفاعل ذكرتكم قبل شوية ذكرتكم السلام إذن هي مفعولا به ويرفضون الأعداء أيضا نفس الشي هم مفعولا به لأن يرفضونها هاي أشني يرفضون تبع عليها يرفض أنت شيل اللواو ونوس يرفض أشني هاي فعل مضارع مرفوع من ضفنا اللواو الجماعة يرفضون إذا صام لفحل الخمسة مرفوع ثبوت النون والواو فاعل والأعداء أشني هتكون مفعولا به إذن هي مفعولا به عدنا السلامة مفعول به وعندنا مفعول به يعني بعض التلامية سيت تكرر نعم يجوز يتكرر غدي وهمك فأنت هون أنت أهم شيء تنتبه إلى موقع من الإعراب موقع الكلمة من الإعرابة من أعيق لك نوعه يعني بين له وهو مفعول مطلق هون يمفعول به هون يمفعول فيه ويرفضون الأعداء والمعتدين رفضا انتبه رفضون رفضا 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 من تجي منصوب لا تجي قبله هل يرفضون أشو يرفضون رفضا قاطعا هون رفضا قاطعا حتى قبل من قول يرفضون رفضا مفعول مطلق نتأكد توكيد فعلي لا ما قاطع رفضا قاطع إذن بين نوع الفعل هون هنقول رفضا مفعول مطلق لبين نوع الفعل جينا على أمام وخلفها سهل مثل صيفا شتاءا ربيعا ساعة أمامها موقع مكان أمام خلف وراء زين بين أمام إذن مفعول بي ظرف مكان زين ثالثا اعرب اثنين من بين الأقواص عرابة ومفصلة في العبارة أعلى يحب هي نفس الجملة شاهدتكم السؤال على نفس الجملة هي العبارة جتنا يحب يرفضون يحب يرفضون وقاطعا يقلك عرابة زين يحب أما أني واضحة يحب هي يا المضارعة الأنيتو مضارع عند الأنيتو ألف ونون ويا وتا إذن هاي إحداها احتحروف الأنيتو وحبوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظهر على آخره يرفضون هون يرفضون قبل شوية عربتكم يرفضون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النور لأنهم الأفعال الخمسة والوافعة ويتقوم الواوضمين ومتصل مبني في محل الرفع فعلا إذا تغير هالشكل إعراب مثالي أفضل بعد قاطعا يرفضون رفضا ستكون مفعول مطلق وقاطعا صفة منصوبة وهي ما داخله على مصفة رفع الظهر على آخر سؤال الثالث والأخير سؤال الثالث والأخير يقول اجعل المفعول به نائف فعل لإحدى الجملتين وغير ما زم تغيره أولا طبعا دائما يجي بالجملة طبعا هذا السؤال دائما يجي بالوزارة ذرع الفلاح والأرض وقدم معلم الدرسة بوضوحي طبعا هون يجتنا الجملتين اثنين مفرحة سهلي من بها جمع وشوية تغير هوني شوية تختلف عليك إن شاء الله لكن ما صعبي الواحد دارس وواثق من إجاباته وهي علامات العراب كلها حافظها بالنصب والرفع وجركلتها أنت حافظها هاي طبعا ما حتى تتوحميها وحاش نعمل بالمجهول أول شي عدنا هوني فعل ماضي هوني عدنا فعل مضارع أهم نعيد نفس الكلام الفلاح رح نحذفه رح نقول زرعة الأرض زين هوني زرعة الفلاح الأرض مؤنثة ومذكر لا الأرض مؤنثة إذن التاء حطيناها على مدى الأرض فنقول زرعة ضم أوله وكسر ما قبل آخر ما عليك من التاء وكسرنا هوني التاء لماذا هذا شح منو يقول لي الذكي الاتقاء الساكنين هي تأني الساكن للمحلة من العراب لأنه هوني ساكن وهوني ساكن فالساكنين لا يلتقيان إذن كسرت الاتقاء الساكنين زرعة الأرض طبعا الأرض مفعولا بي هوني رحصي نايف فاعل ونايف فاعل شو بينه نعم مرفوع بالضمة زين يعني أنه مفاد نأتي إلى الجملة الثانية يقدم معلم الدرسة بوضوح يقدامو يقدامو يضم أول نفس المواضي لكن هوني يكسر هوني يفتح ما قبل آخر ويضل على ما لنضمة المعلمي نحذف الدرس يجي المفعول به يقع بمكان الفاعل سينايف فاعل لعلى مكان تفتح أنه فاعل مرفوع يضم لأنه مفرد الدرسه بوضوح ينتزل الجارة المجلوب فرعبا من السؤال الثالث اختلت جواز الصحي بين القوسين لأربع من معدي عندك أربعة اختار أربع جمل هي عندك خمس جمل اختار أربعة أولا يطلق على صباحا ومساء ظرف إيش؟ صباحا ومساء شنو تقعي ظرف مكان وزمان صباح مساء ووقت زمان ثانيا فرعبا من أدوات نصب الفعل المضارع لم لو لن؟ لن طبعا أكيد ثانيا أنتم لم فرعبا جدين هون لم أداة جزم إذا دخلت على الأفعال الخمسة أشرح تعمله تعملاني؟ تبقى بثبوت النون؟ لو تحذف النون؟ لا طبعا تعملا بجدين لأنه إذا تدخل الأداة الجزم على الفعل المضارع فتحذف النون فعلامة جزم الفعل الأفعال الخمسة هي حذف النون فتصبح تعملان رابعا إن أباك فراغ علمين هاي ما داخل طبعا ذوع علمين إن أباك لأن تنصب المبتدى وترفع الخبر فيصبح ذوع علمين ماذا؟ زين؟ يصوم فراغ شهر رمضان المسلمون اللي مسلمين يصوم أشني؟ فعل مضارع مرفوع لكل فعل فعل إذن الفعل شون يكون مرفوع؟ بالواو لأنه جمع مذكر سالم ما بالياء والنون فالصيغ المسلمون إن شاء الله في الدرس القادم سوف أحليكم أسية الدور الأول لعام 2018 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته